خلونا نصبح دلوقتي على أزمانات ندينا شرف ونروح نعرف منها أخبار المرور والطقس في القهرة وباقي المحافظات صباح الخير يا ديني صباح الخير يا بسانت صباح السعادة وتفرع عليكم على كل المصريين يا رب بتعملي ايه في الحر يا ديني بس يعني يمكن انتو كان عندكو دي بيت كده ما بين الصيف والشتاء انا بعشق الفصلين يعني طب حل يعني بعرف استفيد من ده كويس قوي وانبزت فيه وبعرف استفيد كمان لوانبزت اكتر في فصل الصيف بس طول ما فيه بحر وفيه تكيف احنا ما فيش حاجة بالو الصيف حلوة جدا بتاعها تخرج في اي وقت تروح في اي وقت اي مكان والبحر وجوده طبعا بيبقى متعة جدا الشتاء كمان ليه رونقه وعشقه ولبسه شيك وزي ما انت بتقول انا برضو من عشاق اسكندرية في فصل الشتاء ممكن اروح قضي يوم وارجع في نفس الوقت لكن فصل الصيف مهم جدا لينا ان احنا كأمهات احنا بالنسبة لنا بيكون احسن بكتير الاجازة الحاجة التانية ان احنا ما فيش الاتزامات ممكن التدريبات او التمرين لكن غير كده احنا برضو بيبقاش فيه لود والضغط الشديد بتاع الدراسة والمدرسة طول ما فيه البحر موجود بتبقى الجو حلو طول ما انا مش مضطرة انزل في الشمس اوي او اروح اعمل مشاوير كبيرة في درجات الحرارة مرتفعة او في ساعات النهار ده بالنسبة لنا طبعا بيبقى كويس اوي لكن انا ببقى طبعا يعني بشفق بشكل كبير جدا على كل عمال مصر وكل الايادي العاملة او كل حد نازل في الجو ده وبيشتغل وبيعرق وجهد وكده تعبان في قد ايد احنا بنكون مشفقين عليه جدا وزعلنين او بنقول ربنا يجازيه خير ودايما بدأ ليهم ان هم ربنا يقويهم ولو ممكن كده واحنا ماشيين في الشارع لو ناخد معانا واحنا نازلين ازايز ماية ساعة ونوزع عليهم لطبعا الرجال المرور لأي حد بينظف في الشوارع نحاول نحن كده نساعدهم من شوية مية ساعة او حاجة او عصير علشان نقدر نساعدهم في درجات الحرارة المرتفعة خاصة طوال الاسبوع ده اشتركوا في القناة